أطلقت الأمانة العامة لمجلس الشورى خطتها الاستراتيجية للعوام 2024-2026 ضمن أولى مبادراتها النوعية الهادفة لتطوير الأداء المؤسسي الدعم للعمل التشريعي خلال عام 2024 وبهذه المناسبة أشارت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة في إصدارها الرابع تحمل رؤية طموحة نحو عمل مؤسسي رائد ونموذجي في التميز والاستدامة وتقديم الدعم الفعال للعمل التشريعي وترسيخ مبادئ الشورى والديمقراطية من خلال رسالة تتضمن تقديم الدعم الفني والإداري لأعضاء مجلس الشورى باستدامة وفاعلية لتمكنهم من القيام بواجباتهم ومهامهم البرلمانية وتمثيل مملكة البحرين في المحافل كافة وذكرت سعادة الأمين العام أن الخطة الاستراتيجية تضمنت مجموعة من القيام المؤسسية المتمثلة في الريادة والاستدامة في ابتكار الأفكار النوعية التي تعزز الاستخدام الأمثل للموارد وترتقي بجودة الخدمات المقدمة وكذلك الشفافية والنزهة في أداء العمل وفق أسس مهنية واحترافية إلى جانب العدالة الإدارية المعززة لمبدأ التنافسية وتكافؤ الفرص والولاء المؤسسي من خلال خلق بيئة عمل صحية تعمق الامتماء إلى المجلس جاءت هذه الخطة الاستراتيجية نتاج عمل دقوب شارك فيه جميع منتسبي الأمانة العامة بتوجيهات ودعم مستمر من قبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس نأمل أن تكون خطتنا الاستراتيجية بمثابة دستور لعمل الأمانة العامة ونؤكد على الاستمرار في تطوير العمل التشريعي بمملكة البحرين تأتي هذه الاستراتيجية لتطوير عمل المجلس في كافة المجالات لسيما التكنولوجيا الرغمية وتوظيفه بالشكل الذي يحقق جودة العمل في الأمان العامة كذلك تضمت الاستراتيجية ثلاث مجالات عمل واضحة ومحددة من ضمنها مواكبة تطاور التكنولوجي وحوكمة العمليات وبناء القدرات هذه الأفكار والأهداف تصب لشك في رؤية الأمانة العامة وهي التي تتمثل في تقديم الدعم والمساندة للعمل التشريعي في مجلس الشورى بدون إغفال للتطوير المستمر لجميع موظفي المجلس للارتقاء بأدائهم ترجمة نانسي قنقر